السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة رواق ومتاسنين اليوم ان شاء الله سنحضروا تطويجين بالفرق لكي يجي صراحة المعلك وكي يجي لديد وكان وقالي واحد المشكل هنا ان كانت طاجين في امان الله حتى تشقق وبقى كي يسيل طريس انني نقلوا هنا في واحد المقايلة صغيرة ليجا تلطايا ديالة الطاجين مع مقدة ومهم مقدر الله وشاء ومفاعل هذه كتوقع دائما النطاجين كي يترتق المهم خليكم معيا باش شوفوا الطريقة باش حضرنا هات الطويجين هادا المهم انها هندي عندي غنس كيلو ديال الفرق وكلها على حسب الكمية ديال اللي بغى المهم خديت هنا هاد الاناء هادا ثم راني قطعتها وقررتها صغير هدي نوضع شو ديال الخرقوم هنا باش غدي نعطر هاد الفرق باش يشرب العطرية ديالتو غدي نضيف البزار معلقة معلقة صغيرة هادي ندير شو ديال سكين شبير تاوه معلقة صغيرة ندير مليحة وشو ديال القرفة وحات الراصة مع القاسر عره ديال القرفة زيت العود نخلطها مع زيت المائدة نضيف الثومة نضيف الثومة نضيف الثومة ايضا هم الثومة سوف نضيفها على الخالط سوف نضيف طريفة نتاع الفرخ سوف نضيف حوت نتاع الصنور نضيفه بحل و بحل الفرخ سوف نجدهم يرقدوا هنا نضيف كيميا يقوم بتضيف حل الفرخ نضيف كيميا قطعتها غير رقيقة بشي نفاس بحلا بغيت ندير تفايل هنا كذلك خديد شو دي المادنوس بعد ما غسلته مزيان وهذا عادي نقطعو وبالنسبة للزبيب يعني ضرتو في الماء ارقتو بعد ما غسلته خلاص مزيان انا هادر بعد اكرا خلطو مزيان هقايا مع هاد البصيلة هادي و هادي ناخد واحد خيزوري اوجز زارة هادي ننقيها و هادي نقطعها في نمرة ايه كنستفاهي اللو اللف في الطاجين بايش كتهز لك الحرارة كتهزا على الطاجين ما حال كنت شو حراق كتهزا على الطاجين وبطبيعة الحلرة كي اعطي مضاق زوين حيث بصلاو الزبيب مع هذا الجازر او خزو تتناسب معهم بزاف سافي قدي نستفتك الجازر لي ما باش يديرو ما يديروش كان الوليدات لي ما كيبقوش ياكلو مجازا ولي نفاش كي يطب في الطاجنار ما كيبقانش صراحة ما كيبقانش من بعد ما غادي نستفادك الجازر عندي هنا يا غادي ناخد ديك البصيلة غادي ناخد غير نص منها غادي نحطها هي اللولا وغادي نجيب ذاك الفرخ اللي غايكون طائعة لحال شرب شوية العطرية ديالتو إلا كان لدينا الوقت نخلي وهي شرب واحد ساعة دي المقانا او لا على ما يشرب العطرية مزيان وغادي نضيف ذاك البصيلة اللي بقاتلية في ذاك العطرية وغادي نخلطها مزيان وغادي نوضعها فوق ذاك الحوتس أنا كنخدم غير بيدية صافي من ينساليت هنا يا غادي ناخد دك الزبيب غادي نصفه من الماء أنا نقيته وغسلته مزيان وخليته قد وحشي شوية وصفته وغادي نديره الفوق صافي وغادي نغطى التوجين ديالي وغادي نرده فوق الماء المهيلة وانتما كنتشوفوا البنات كي من المرات تشقق لي يا طاجين رضيت مهم المرأة المغربية ضروري ما ترقى شي حل لأي حاجة وقعت لها ترقى لها الحل خديتها دا المقيلة دي عبرتها على ديك الغطايا تعت الطاجين جات نهيها ديك سوف يحول تقاع كل شي لنتميه كنتمنى ان هات طوجيني يعجبكم انتما هاتو غايت صور ديالي الطاجين قبل ما يتهرز الصافيفاش كنخليه هي طبع لمهيل را كي يجي معلك ولديد وزوين كنتمنى انكم تجربوه ويكون هاد الفيديو خفيف على قلوبكم ما تنسوش دلوا اللايك والاشتراك لأول مرة كيدخل القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد وكان غلكم تلقوا ان شاء الله فيديو جديد في وصفة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 موسيقى